انخفاض كبير في أعداد المهاجرين إلى أوروبا بنسبة 80% عام 2018 مقارنة بعام 2017 مسجلا أدنى مستوى له منذ حوالي 5 سنوات هذا ما أكدته الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية فرونتيكس التي أوضحت أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا حوالي 23 ألف مهاجر ما يعد أقل نسبة منذ عام 2012 مشيرة إلى أن حوالي 150 ألف شخص دخلوا الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني العام الماضي وأن هذا العدد أيضا يعد الأقل خلال الخمس السنوات الماضية من جانبها أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن إجمالي من غرقوا أو فقدوا خلال محاولتهم عبر المتوسط في عام 2018 بلغ 2262 مهاجرا المتحدثة باسم المفوضية سيلين شميت قالت في تصريحات لوكالة فرانس بريس إن المتوسط يبقى الطريق البحرية الأكثر خطورة للمهاجرين وطالبي اللجوء في العالم رغم انقفاض أعداد الضحايا في 2018 مقارنة ب2017 والتي تجاوزت أنذاك 3000 مهاجر المفوضية أوضحت أيضا أن أعداد من وصلوا إلى أوروبا خلال العام الماضي تجاوز المائة ألف مهاجر بقليل مقابل أكثر من 170 ألف مهاجر في 2017 دعية لخلق آلية إقليمية لعمليات إيصال المهاجرين في العام الجديد ترجمة نانسي قنقر